مكتوب في عبرانيين إصحاح 13 والآية 4 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمطجع غير نجس ثم مكتوب في مزمور 127 الآية الأولى إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناءون ثم مكتوب أحبائي بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت في أمثال 14 مكتوب حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها أحبائي الزواج مكرم ينبغي أن نكرم الزواج أنا حكيت أنه هي مؤسسة إلهية طيب السؤال ليه لازم نكرم ليه ينبغي علينا أن نكرم الزواج عدة أسباب أولا لأن الزواج مؤسسة إلهية مش إنسانية مش بشرية فالزواج هي فكرة الله مصدرها الله هي مبادرة إلهية نظام وترتيب إلهي فالله هو الذي رسم الزواج والله هو الذي هندس هو المهندس الذي هندس فكرة الزواج وفعله أيضا وتممه طبعا الغرض حتى يكون رباط مقدس رب اللي اكتشف قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره مساويا ومكملا له في آية 22 في تكوين 2 مكتوب وبنى الرب الإله الضلع وأحضرها إلى آدم في آية 23 من نفس الإصحاح مكتوب طبعا بصيغة التعجب هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي فهنا أحبائي منشوف أنه فعلا هندسي يعني عجيبة هذه المعرفة اقرأ مزمور 139 في هذا الصدد كيف الرب رقمنا أحصانا في بطن أمنا كيف رسمنا شيء مذهل شيء عجيب وأحضرها لآدم أحبائي وفعلا صارت أم كل حي مكتوب لأنه من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من عند الرب يعني اللي بيجد زوجة صالحة الله متبسم عليه رح يشوف الخير في حياته ورضا من عند الله يعني الله بيكون راضي عليك بشان هيك الكاهن أو القسيس لما بيسأل العروسين في الزواج أن يقدم بتروي مش بتسرع هذا ينبغي أن يكون قرار فكري طبعا مصحوب بمحبة قلبية لأنه يتطلب قرار بس هذا القرار بتروي لأنه خلاص أنت بتتزوج للأبد ما فيش شيء أنك بعد ما تتزوج أو أو ما زبطتش معي مش هي الفتاة المناسب مشان هيك فيه شيء بيسموه فترة الخطوبة وهذا طبعا اللي فيه القرار القرار المهم رباط مقدس أحبائي كمان مكتوب المرأة تاج اللي باع لها يعني فعلا يعني الشخص بيكون عايش بفخر كأنه ملك التاج هو للملك لما أنت بتجد الشخص المناسب أنت بتصير ملك يعني حلو لما كانت صارة بتنادي إبراهيم سيدها بس هون حتى في شيء أجمل تاج لبعلها يعني مظبوط هي تاج بس الزوج البعل بيكون هو الملك ثم يقول امرأة فاضلة من يجدها لأنها ثمنها يفوق كل الآل ثم في محل كل الجواهر لا تسويها فإذن الزواج هو مؤسسة إلهية بشان هيك لازم نكرم الزواج شيء تاني المسيح نفسه له كل المجد هو اللي بارك بالقدس ووثق هذا الزواج بحضوره أول معجزة بحضوره عرص قاناء الجليل لقد كان وجود يسوع المسيح تأكيدا على قدسية الزواج بل باركه أيضا بحضوره شيء ثالث لأن الزواج أحبائي هو عهد مقدس والعهد لا يكسر فالعهد مثل ما ذكرت هو ميثاق بين الطرفين والشاهد هو الله في ملاخ إصحاح 2 والآية 14 مكتوب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك فإذن هو رباط روحي مقدس ثم في ملاخ مكتوب طالبا زرع الله يعني لما بيكون فيه خياني وبكون فيه غدر أو زواج من امرأة أخرى أنت بتعطي زرع غير مقدس مش زرع الله زرع نجس تسبب زرع نجس وهذا يدمر عيلتك ويدمر في المجتمع فإذن هذا العهد هو تعبير عن انتماء وعن ولاء للرب وهو طبعا من خلال المحبة